يعد ترشيح المملكة للمستشار محمد التواجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها اقتصاد العالم وسط حالة عدم الرضا الدولية تجاه اداء المنظمة تنمية الاقتصاد العالمي ومواجهة تحديات احد الملفات المهمة التي ستتصدى لها المملكة عبر مرشحة لرئاسة منظمة التجارة في ظل جائحة كورونا وخلافات تجارية بين الدول الكبرى فيما توقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بنحو ثلاثة بالمئة في تراجع هو الاسوأ منذ تسعة عقود وتعد المملكة ضمن مجموعة الدول المانحة لمساعدة الدول الاقل نموا للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وقدمت خلال الفترة من 2010 الى 2013 مساهمات مالية بلغت نحو 30 مليون دولار امريكي ضمن برنامج المنح المتعدد الاطراف كما ساهمت بمبلغ 4 ملايين دولار امريكي في مرحلة البرنامج الثانية لعام 2017 وانطلاقا من دور المملكة القيادي في رئاسة مجموعة العشرين فقد قدمت مبادرة الرياضة آلية عمل لمناقشة عمل منظمة التجارة العالمية لخمسة وعشرين عاما المقبلة تركز على تبادل الاراء واجاد رؤية استراتيجية للدول الاعضاء في مجموعة العشرين وتعزيز دور التجارة المهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي واجاد فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة كما ستصم علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الاعضاء في المنظمة في تقريب وجهات النظر بخصوص تضارب السياسات التجارية بين الدول الاعضاء مما سيحدث تقدما في الموضوعات المعطلة ويساعد الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو مستدام